اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي خرجات على الصمت ديالها وعطات صريحات مهمة جدا على مستقبل العلاقات مع اسبانيا من بعد الانتخابات بطبيعة الحال سواء حكم اليمين او حكم الياسار كذلك سيدة بن يعيش لم تصمت وتحدثت على الحملة الانتخابية المصعورة لبعض الاحزاب اللي حاولت تشوه السمعة ديال الملك محمد السادس اما في الخبر الموالي متابعين الكرام فغادي نتحدثو على فرنسا التي اصبحت تخسر بلد تلو الاخر من افريقيا وهذه المرة هذي دولة مهمة جدا سيطرالها معها كما سيطرالها مع بوركينافاسو وروسيا بدتك تحتفل بهذا الامر هذا نعرف بقي التفاصيل على هذا الامر هذا ونشرحوه كما يجب اخيرا متابعين الكرام اللي طاول على المسلمين وحرق المصحف على ما يبدو ان ذك الشي هذك اللي كانوا للخلفيات اللي من اجلها حرق المصحف في دولة سويد هي اللي غتسببله يعني المشاكل الحقيقية ذك الشي اللي كان كيرغب فيه باش حرق المصحف نقال بالسحر على الساحر نشوفو سويد اشغل يدير في حق هاد من يدعي انه لاجئ في سويد وهو الذي يعتبر مسلم ويعتبر كذلك من دولة العراق ونعرفوه باقي التغذية للأمر هذا ونشوفو كيفاش الله سبحانه وتعالى يعاقب في الحياة نبدو على بركة الله بأول خبر متابعين الكرام وغد نبدو بالملك محمد السادس اللي يأكد الإسبانيا الرغبة في تعاون معها واعتبر ان الجدية والروح الوطنية وراء ملف الترشح دي المونديال المشترك معها والبرتغال هاد الخبر هذا عنده علاقة بالخبر ولبطريح ديال السفيرة بن يعيش اللي غن تحدثوا عليه من بعد حقلوا على هذه القضية ديال المونديال وديال إسبانيا وديال الشراكة ما بين إسبانيا والمملكة المغربية وكذلك حتى البرتغال خصها بنفس الكلام لكن في هذا الخطاب الملاكي كما قلت لكم وكما شتوا في العنوان وكما طبيعا الحلق لنا في الأول ديال العنوين كانت رسالة لفرنسا فعلا كانت رسالة لفرنسا رسالة مهمة جدا لفرنسا وخصصة سوعبها وخصصات فهمها أولا تحدث على الجزائر وبنفس الطريقة اللي عودنا عليها جلالة الملك محمد السادس أنه يتحدث على الجزائر وهي طريقة اليد الممدودة وما زال اليد ممدودة علاش هذه هي الرسالة الحقيقية لفرنسا تحدث على الجزائر تحدث على إسبانيا تحدث على البرتغال تحدث على كل دول ديال المنطقة والجزائر رغم العذاء رغم رفض طائرة الكناضية رغم كل ما قام به المغرب مع الجزائر لا زال الملك يعني باليد الممدودة للجزائر وهذه هي الرسالة الحقيقية لفرنسا الرسالة لفرنسا هو أنه ما تحدثش عليها هي اللول حيدها من القاموس فهذا الخطب هذا ثانيا تحدث على الجزائر بطريقة جيدة وهنا بيل الشعب الجزائري أن من يحكم الكابرانات وهم فرنسا فالملك يعني كيقول الشعب الجزائري احنا معمرنا غيرين أدوكم معمر العيب غيرين من المغرب وهذه الرسالة اللي يعود عليها الشعب الجزائري يعني من يريد العذاء مع المغرب ليس الجزائر بل هي فرنسا رسالة مهمة جدا وكم ضمن أن الرسالة غيرين قرأوها الناس اللي كيف يفهموا في العلاقات الدولية غيرين قرأوها مزيان ودروا لها القراءة رسالة واضحة لفرنسا ما ذكرهاش في هذا الخطب هذا ذكر كل الشركاء وكل حلفاء ذي المملكة في المنطقة وذكر الجزائر بنفس الطريقة اللي كي ذكرها بها يأنك دولة قريبة مننا دولة جارة فيها ناس مسلمين ومعممر الأذى غيرين يجي من المملكة المغربية بطبيعة الحال معمر الأذى غيرين يجي من المملكة المغربية ما عذا إلى الأذى جاء المملكة المغربية من ذيك الجهة وهذا الأمر هذا ما عمره غادي سامح فيه شي حد وإحنا عارفين هذه المسألة هذه المغرب عمره غادي يبدأ الحرب مع الجزائر وما عمر المغرب غا يكون معتدي على الجزائر والجزائريين وخلا الكابرانات يبانوا في الحقيقة ديالهم اللي كيقلبوا على أي طريقة باش يخرجوا اللعيب من المملكة المغربية لكن دائما الكبير كيبقى كبير وكيبقى عالي أما بالنسبة لإسبانيا والبرتغال فالرسالة دياله كانت واضحة كذلك جلالة مليك محمد السادس تلقى رسالة من العاهل الإسباني فيليبي السادس ديال التهنيئة تلقى رسالة من رئيس دولة الصين تلقى رسالة رسائل كثيرة ديال التهنيئة من عدة قادة ديال العالم والدول العظمى مثل إسبانيا والصين وما إلى ذلك فطبيعة الحال الملك فهذه الرسالة أكد يعني الإسبانيا واعتبر أن الجدية والروح الوطنية وراء ملف الترشيح المونديالي المشترك معها والبرتغال كذلك فبعث الملك محمد السادس رسالة إلى إسبانيا التي شاهدت مؤخرا انتخابات عامة وذلك من خلال خطاب الذكر الرابع والعشرون للتربعه على عرش المملكة واصفا إياها وجارتها البرتغال بالأصدقاء معتبرا أن الجديد والروح الوطنية هم الدافع لتقديم ملف الترشيح المشترك لتنظيم منذيال 2030 وقال الملك إن المغاربة معروفون بالجدية والتفاني في العمل وتابع واليوم قد وصل مصارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج فنحن في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح أفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة كذلك أورد العاهل المغربي إننا ندعو ما ندعو إليه ليس شعارا فارغا أو مجرد قيمة سورية إنما هو مفهوم متكامل يشمل مجموعة من المبادئ العلمية والقيم الإنسانية وأضاف وكلما كانت الجدية حافزنا كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحدية ستعرفوا الإخوان واحد المسألة مؤخرا كنا نسمعوا أن المغرب قوة إقليمية صعيدة وتحدثنا عليها وكنا نقولها كيف يصخر كيف يستهزئ كيف يخذها بجلدية وفعلا المؤشرات تقول أن المغرب قوة إقليمية صعيدة وهذا ما تحدثنا عليه فقط بل فرنسا فرنسا بحدثها حضرت المنطقة من أن هناك قوة إقليمية صعيدة في غرب المتوسط ما هي هذه القوة هي المغرب فالمغرب طبيعة الحال بالنسبة لإسبانيا اللي هي جارة أي قوة إقليمية كيف ما بغد تكون فكي تكون قوة إقليمية أخرى وهنا في إشارة لإسبانيا كيكون واحد نوع من نفور وإلى رجعنا التقارير الإعلامية اللي صدرت مؤخرا في إسبانيا بالآلاف ذي التقارير الإعلامية نهيك على تقارير الإستخبارات كذلك كانت تحذر إسبانيا من المغرب فإن تنشأ واحد القوة إقليمية يبقى يعني احتمالات متعددة هو أن القوة الإقليمية اللي تكون في المنطقة كترفضوا هذا من طبع البشرية يعني كترفضوا كيخصصها تحارب ذاك القوة هذيك كيخصصها تقمعها وهذا من طبع ذي البشرية بطبيعة الحال هي إما كيخصها يعني ترضى بالأمر الواقع وتحاول تعاون مع ذيك القوة هذيك باش تحمي المحيطة ديالها وهكا نظن على ما أظن أن إسبانيا اختارت المصار التاني ليس محاربة المغرب بل يعني أنها تنشأ علاقات جيدة مع المغرب لتقوية المنطقة فإسبانيا أصبحت تذرك أنها تحتاج للمغرب كما المغرب يحتاج لها فباش تحمي نفسها من الهجرة الغير نظامية باش تحمي نفسها من تهديد الإرهابي باش تحمي نفسها من الخطر القادم من الدول للساحل باش تحمي نفسها من هاتشي هذا كامل لقعت قوة إقليمية أخرى تنشأ في المنطقة وما غضهاش هذا الأمر بل قررت أنها تعاون مع المغرب وهذا الرسائل للملك كتأكد هذا الكلام هذا متابعين الكرام بل أكثر من ذلك غضي نشوفه ما قالته سفيرة المملكة المغربية السيدة كريمة بن يعيش يعني هذا الأمر هذا شتو ساعات قليلة قبل الخطاب الملاكي واللي يكشف عليه أحد المواقع المغربية اللي هو موقع هسبريس في واحد الحوار حصري له مع يعني السيدة سفيرة المملكة المغربية كنظن أن الأمور واضحة جدا نفس الكلام اللي قالت السيدة السفيرة هو اللي تحدث عليه جلالة الملك محمد السادس وهو تركيز على تنظيم المونديال كنا نذهب إلى سنة 2030 كل المؤشرات كتقول أن المغرب ديال الآن ما غيكون أمر آخر سنة 2030 كل المؤشرات لا على المستوى ديال القوة يعني في الأسلحة لا على المستوى الاقتصادي لا على كل شيء كل المؤشرات تقول أن مغرب 2030 سيكون شيء آخر وهذا هذا واضح فهنا نشوف الحوار سيدة بن يائش سفيرة المملكة المغربية في مدريد وكيف الجوابات في هذا الحوار في جوابها عن مصير الموقف الإسباني من قضية سراء المغربية في حالة نجاح اليمين في تشكيل الحكومة قالت كريمة بن يائش سفيرة المملكة المغربية المعتمدة لدى المملكة الإسبانية إن العلاقات التي تجمع المملكتين علاقة دولة كما أن السياسة الخارجية للدول الديمقراطية وكذلك قراراتها ومواقفها الخارجية ينبغي أن تراعي في العادة سياسة الدولة التي تؤطرها المصالح والعلاقات الاستراتيجية وأضافت بن يائش في حوار مع جريدة إسبريس الإلكترونية أن الممارسات غير الأخلاقية التي شهدتها الانتخابات الإسبانية ومست رموز المملكة المغربية تهم أقليات لا تمثل الشعب الإسباني كما أوردت أن ملف ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 يعد سابقة في تاريخ كرة القدم ونلقاو من بعد هذا الكلام هذا للسيدة السفيرة الملك محمد ساديسكي يأكد على هذا الأمر هذا وعلى سنة 2030 وفعلا السيدة السفيرة قالت بأن الأقليات لا يمثلون الشعب الإسباني وفعلا لا يمثلون الشعب الإسباني لأن صناديق الاقتراع هي من تحدثت عما يريده الشعب الإسباني وذلك الأقليات طبيعة الحال خير ذليل هي الصورة التي تنشرات وحتفلت بها الجارة الشرقية للملك محمد ساديسكي حاولوا يشوه الصورة دياله ورغم عن كل ذلك كيمدلهم اليد اليد ممدودة ومعمره طيح منهم ومعمره حقرهم وكان بإمكانه يحقرهم فهذه اللحظة هذه اللي رحنا فيها لكن الملك قرر أنه يستمر في اليد الممدودة وفعلا السيدة كلمة بن يعيش صدقت في قولها لأن صناديق الاقتراع ما اخترتش نهائيا هذه الشكيلة اللي قامت بهذا الأمر هذا نهائيا لا وجود لها أو لأصواتها في صناديق الاقتراع فهذه الفئة لا تمثل الشعب الإسباني من يمثل الشعب الإسباني هو يعني الحزب الشعبي والحزب الشراكي اللي خرجوا أكثر الأصوات ملايين الأصوات داخل إسبانيا فهنا قد نفهمه لأن مباشرة من بعد الانتخابات الحزب الشعبي وأحد الأسماء البارزة في الحزب الشعبي اللي هي إيسابيل دياس أيوسو يعني رئيسة مدريد قامت باستقبال السفيرة بن يعيش وتحدثنا على هذا الموضوع أنا قد نفهمه الرسالة ديال الحزب الشعبي أن بغى يبعت رسالة الاطمئنان للمملاكة المغربية مباشرة يعني من بعد نهاية الانتخابات فشنو حاولي يصدر للمملاكة المغربية أن سواء كنحنا ولا كان اليسار راه لن يتغير من الموقف شيء فمن بعد ذاك اللقاء اللي كان من أحد أبرز الأسماء والمرشحة بقوة أنها تكون يعني في الرئاسة ديال الحزب من بعد ألبيرتو نونيا سفيخو وإيصابة ديالس أيوسو مباشرة خرجات السفيرة وقالت هذا الكلام هذا وقالت أن الشعب الإسباني وكل من يمثل الشعب الإسباني يريد علاقات جيدة مع المغرب وذلك الأقليات اللي كتستفد من يعني رشاوة خارجية على حساب ما سمعنا بطبيعة الحال لأن الأمر تخلص عليه فلوس صحيحة يعني وراه ذاك شيء ذاك رات تحتنا عليه بان يعني في صفحات إسبانية يقولوا أن ملايين الأوروهات تخلصات على واحد اللافتة اللي تعلقات دقائق معدودة وتم يعني الإزالة ديالها فقط اخذوا معها واحد الفيديو واحد الصورة واحتفلوا بها الأشقاء ديالنا احتفلوا بها بكل ما لديهم من قوة شو صبح الله العظيم لكن هذك شيء هذك تدفعت عليها أموال طائلة خمسة ديال الملايين ديال الدولار على حساب ما ورد في أحد الصفحات وراكين فيديو اللي تحتتنا فيه على هذا الأمر هذا واللي كشفنا فيه الحقيقة وندوزوا الخبر الموالي متوينينا الكرام وهنا تحدثوا على فرنسا التي أصبحت تطرد من إفريقيا من بعد بوركي نافاسو من بعد مالي هذه المرة جاء وقت النيجر وأحد القاذة اللي كانت فرنسا متمكنة منهم منه جيدا وقع عليه انقلاب وفاش وقع عليه انقلاب وقعت أمور غريبة جدا قد نعرف باقي التفاصيل كما عرفتوا النيجر في الحدود الجزائرية النيجر دولة لطبيعة الحال كانت فرنسا المستعمر ديرها السابق وكانت وضع عليها اليد جيدا ومتحكمة فيها بواحد طريقة قوية فعلى ما يبدو انه أتى وقت المغاذرة فهذه مبيل الأسباب لطبيعة الحال فرنسا ما بقىش كتهم فيها المغرب المغرب ما بقىش كتهمه فرنسا ما بقىش كتهمه فرنسا نهائيا والدليل هو ان الملك محمد الساديس نزع فرنسا يعني من الخطابات ديالو الرسمية علاش المواقف الضبابية المواقف الضبابية ديالها وكل هاد الأمور هذي اللي رهاك تعيشها حاليا فكنضن ان التاريخ غي شد لإيمانويل ماكرون انه كان سبب ديال الطرد ديالو من إفريقيا فمن بعد بوركينافاسو جوقت نيجر منذ الأربعاء وبشكل رهيب تتسارع الأحداث والأخبار القادمة من قلب منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء لا سيما بعد إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وإعلان الجيش رسميا قرره بوضوح دعمه لدعوة قادة الانقلاب إنهاء حكم الرئيس المحسوب على فرنسا وأقرب أصدقائها في المنطقة رفع الأعلام الروسية في مظاهرات بالشارع يؤيد انقلاب النيجر لفت انتباه كثيرين في وقت خرج قائد فاغنر بريغوجين في ظهور نادر لهم منذ أسابيع على هامش القمة الروسية الإفريقية ليلقي عددا من المسؤولين الأفارقة ويصف في تسجيل مصرب له انقلاب النيجر بالكفاح ضد المستعمر في تلميح وكناية واضحين عن فرنسا المستعمر السابق لهذا البلد الإفريقي كما قرأ متابعون للشائل الإفريقي في الإطاحة بنظام الرئيس بازوم كآخر المقربين من باريس في المنطقة مؤشرا دالا على تراجع مستمر لنفوذ فرنسا في الساحل والصحراء لصالح روسيا وأذرعها الأمنية ما يدفع إلى التساؤل هل ستقطت آخر معاقل فرنسا في الساحل ونحن نطرح السؤال للجيران إلى متى إلى متى أتبقى تحت لها الطريقة هذه واش ما تتحرجتوش من الرسائل الملكية واش ما كتخجلوش من نفسكم والملك محمد السادس كيقول لكم أجيو نفتحوا الحدود واش ما خجلتوش من نفسكم والمغرب كيهديكم طائرات الكناظير في عز الحرائق ديلكم وانتوما ما تقدروش تقولوا نعم خوفا من فرنسا واش ما جاش لوقت باش تراجعوا الأوراق ديلكم هذا هو السؤال كيبقى متروح وخليونا من الدباب ديلكم لأن الدباب ديلكم مع هاد الكلمات دي الملك محمد السادس ما بقى ليش فين يزيد يهضر ما بقى ليش فين يزيد في العداء كل شيء ولا واضح قم ظن أن الشعب خصو يكون أدكى خصو يكون أدكى ويفهم الرسائل دي الملك محمد السادس وأن كل ما يصدر له من طرف العسكر من طرف الدباب الإلكتروني هو مجرد كذب وأن المغرب عمره مغي هذه الجيران دياله وعمر المغرب ما كان الدولة تعتدي على الغير واندوزه الخبر الموالي متبين الكرام والآخير سبحان الله العظيم يعني ذلك الشي اللي بسبابه قام هذا الإنسان هذا بحرق القرآن غذي يقع له على ما يبدو أن هذا الشخص هذا هو صراحة يعني ليس بالمسيحي بل كان مسلم يعني وحاش الإسلام كان يعيش في السويد وطلب يعني تصريح إقامة دي اللاجئ لاجئ عراقي هو اللي قام بحرق المصحف الكريم أمام نسخة من المصحف الكريم أمام يعني أكبر المساجد في دولة السويد فهنا صراحة أنا يعني بحكم أنني كان يعيش في المهجر وشت بزاف دي الأمور وخدمت مع المهاجرين وكان عندي عمل يعني مقرب جدا مع المهاجرين فكناك نشوفوا بعض الأمور اللي يقوموا بها بعض المهاجرين من بعض الدول من أجل حصول بطائق الإقامة مثل يعني أنهم يوصفوا أنفسهم متليون باش يطلبوا باش يطلبوا اللجوء باش يطلبوا اللجوء أمور كتيرة من هذا النوع هذا فهنا صراحة من بعد ما شتد الخبر هذا ولقيت أن السويد فعلا قد درس أنها تسحب هذه البطاقة الإقامة من هذا الشخص هذا فهمت يعني شنو هي الدوافع اللي تقدر تكون دفعت هذا الشخص هذا يقوم بهذا الفعل الدنيا أنا كنظن أن هذا الشخص هذا باش يأكد اللجوء دياله وباش يأكد يعني الولاء دياله السويد قام بهذا الأمر هذا يجيب لي باله رهي لاحرق القرآن غي يأكد على أنه اللجوء دياله يكون مقبول لكن سبحان الله يعني عقاب الله سبحانه وتعالى في الأرض كما قلت لكم هو مسلم ادعى أنه مسيحي وغير اسمه سويد ستلغي تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق نسخة من المصحف أفادت وسائل الإعلام أن وكالة الهجرة السويدية تعيد فحص في تصريح الإقامة الممنوح للاجئ العراقي الذي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في فإن الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته سنة 2024 لكن الوكالة تعيد نظر في موضوعه الآن وتضمنت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة سفينسكا داغبلات سويدية أن وكالة الهجرة قالت أن المعلومة الواردة من السلطات السويدية أتاحت مبررا لفحص ما إذا كان يجب إلغاء وضع الرجل في السويد خصوصا وأن المعني كذب خلال استجوابه لحصول على اللجوء والذي ادعى أنه مسيحي وأدل بوثائق مزورة عن اسمه وتاريخ ميلاده وأحرق الرجل نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكولم كما قام بمظاهرات أمام الصفارة العراقية في ستوكولم في يوليوز قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف لكنه لم يفعل ذلك ووجدت سويد نفسها في بؤرة اهتمام دولي في الأسابيع الأخيرة بعد تدنيس وحرق نسخ من المصحف وتثير حوادث الحرق والتدنيس في السويد والدنمارك شعور بالإهانة بالنسبة لكثير من الدول الإسلامية فكنضن أن الأمر اللي من أجله هذا الحقير قام بهذه الأمور هذي هو اللي غيسبب له الحربان من بطاقة الإقامة وذلك الساعات فاشتردك سويد للعراق عيط للأعداء الإسلام يوقفوا معاك ذك الساعات ويكونوا معاك في ذلك اللحظة هذي هذي الشي اللي غدي نقوله وكن نظنه هذا غيكون أكبر عقاب من الله سبحانه وتعالى في الأرض لا أقل ولا أكثر تحياتي لكم متابينة كرام تمنى هذه الأخبار تكون قد تكون متواب أخير وعلى خير في الساحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم